بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اليوم نتحدث في درس جديد في العدد القرآني وهنا لا بد من مقدمات المقدمة الأولى أن العرب قبل الإسلام وضعت الأبجدية وعطت كل حرف من حروف أبجد هوز قيمة عددية هذه القيمة العددية في النهاية نسميها حساب الجمل وتطبيقات حساب الجمل في المحاضرات السابقة كثير جدا الأمر الثاني تم استكشاف العدد 456 من القرآن الكريم وهذا العدد نسميه العدد الميزان 456 أو جمله 456 هذا العدد الميزان أيضا له تطبيقات كثيرة في محاضرات السابقة ولعله الآن مسألة الجمل ومسألة الميزان يكون هنا أيضا في هذه المحاضرة تطبيقات كثيرة على مسألة الجمل بالدرجة الأولى ثم الميزان 456 بالدرجة الثانية جمل المسجد الأقصى المسجد الأقصى تلتمية واحد ستين تلتمية واحد ستين يعني المسجد الأقصى الألف واحد اللام تلاتين الميم أربعين السين ستين الجيم تلاتة الدال أربعة الأقصى المسجد المسجد الأقصى الأقصى الألف واحد اللام تلاتين الألف واحد القاف مية الصاد تسعين والألف لأن القرآن يكتب الأقصى ألف إذن قيمتها واحد أيضا المجموع تلتمية واحد ستين سبق أنه ذهبنا إلى الكلمة تلتمية واحد ستين التي تساوي مجموع جمل المسجد الأقصى كما يكتب المصحف الكلمة تلاتمية واحد ستين في سورة الإسراء في سورة الإسراء أخذنا هذه الكلمة ثم أخذنا الكلمة التي ترتيبها 1063 1063 هو الذي باركنا حوله إذن الكلمة الأولى التي ترتيبها المسجد الأقصى 361 ثم الكلمة التي ترتيبها 1063 الذي باركنا حوله وكان نتيجة هذا الكلام درس كامل مطول فيه العجب إذن هناك ملاحظات تتعلق بترتيب الكلمات في داخل السورة بل ترتيب الكلمات في المصحف من بداية المصحف أو من نهاية المصحف مثلا كلمة الأقصى سبق أن كان فيها أيضا محاضرة كلمة الأقصى ترتيبها من بداية المصحف ترتيبها من نهاية المصحف هذا تم الحديث فيه ثم الآيات القرآنية الآيات القرآنية تجد الآية لها ترتيب في السورة ثم تجد الآية لها ترتيب من بداية المصحف ثم تجد لها ترتيب من نهاية المصحف تفاصيل طويلة بيناها في محاضرات كثيرة سابقة اليوم نكمل نكمل في وعد الآخرة وعد الآخرة إذن في الآية سبعة من سورة الإسراء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وأن أسعتم فلها بعدين فإذا جاء وعد الآخرة وعد الآخرة واللافت في آخر سورة الإسراء أيضا في الآية 104 وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة إذن وعد الآخرة تكرر في سورة الإسراء في البداية فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وفي النهاية في الآية 104 فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا كان في دراسات مختلفة للآية سبعة وأيضا للآية 104 وكذلك أخذنا جمل فإذا جاء وعد الآخرة وسبق كان في محاضرات اليوم نأخذ فقط وعد الآخرة كلمة وعد الآخرة في بداية سورة الإسراء ثم وعد الآخرة في نهاية سورة الإسراء نشوف هذه كلمة وعد ترتيبها كم يا عماد من بداية السورة هي الكلمة 93 من بداية السورة والآخرة 24 طبعا طيب هي من بداية السورة الآن وعد الآخرة في نهاية السورة مش قلنا ورد وعد الآخرة مرتين فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة تمام كلمة وعد في نهاية السورة في الآية 104 ترتيبها 1460 وبالتالي الآخرة ترتيبها 1461 يعني أنت رحت لوعد الآخرة اللي بالأخير نعم هل أخذت هاي من النهاية؟ هاي من البداية هذا ترتيب وعد من بداية السورة وهذا ترتيب وعد من بداية السورة الآن وعد الآخرة في نهاية السورة هذا ترتيبها من البداية السورة وهذا ترتيبها من بداية السورة طبعا تمام أما اللي بدك إياه بالعكس يعني فهذا ترتيب وعد من نهاية السورة وهذا ترتيب الأخر من نهاية السورة وهذا بالعكس هذا ترتيبه من النهاية وهذا ترتيبه من النهاية تمام الآن نشوف نجمع الترتيب هاي وهذا يعني بمعنى آخر ترتيب وعد الآخرة في بداية السورة من البداية وفي نهاية السورة من البداية تمام 93 94 1460 1461 وهي أضفنا وعد الآخرة وعد الآخرة طب قل يا عمد ليش أضفتها أنا مرتين لأنها وردت مرتين لأنها وردت مرتين في البداية وفي النهاية فكان المجموع كم 43-944 40 أيوة وهذا هو فتح بيت المقدس المسجد الأقصى فلسطين 2022 1443 2022 1443 ومعلوم أنه 2022 هذا جمالها توافق 1443 وهذا جمالها تمام طيب الآن نجمع لاحظ بشينا نجمع عماد نفس 93 94 94 و1460 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 ولكن هالمرة إيش مع وعد الآخرة واحدة مرة واحدة إذن في البداية مرتين عرفنا ليش الآن مرة واحدة فكانت النتيجة 4026 4026 4026 الآن بالنسبة للناس اللي بيعرفوش الميزان هاي الميزان 456 منقول 4026 ناقص 456 يساوي 3570 إيش هو 3570 هو المسجد الأقصى 2022 1443 قلنا إذن هذا جمال 2022 الموافق 1443 هذا جمال 1443 و40 طيب الآن بدنا نستخدم لاحظ بدنا نستخدم جمال 456 جمال يعني إذا بتلاحظ أنا ملون 456 وجماله باللون البنفسجي تمام الآن الآن بدنا نخصم 456 اللي هو هذا جمال 456 شو كانت النتيجة 2478 2478 وهو المسجد الأقصى 2022 ميلادي تمام المسجد الأقصى 2022 ميلادي جميل الآن نخصم الثنتين يعني نخصم الميزان في الأول لاحظ إذن أخذنا خصمنا الميزان 456 ثم جماله والآن شو بنا نخصم 2 إذن 4026 ناقص 456 و456 شو بكون النتيجة على طول مباشر 2022 هذا الرقم جانا في قضية ثانية يا عماد بلاش يتواهموا إنه إحنا منكرر وهذا الرقم سبق جانا وإلو علاقة بعدد كلمات عفوا بعدد آيات سورة بعدد آيات القرآن الكريم القرآن الكريم لو قلنا 4026 أو 6236 ناقص 4026 لما بتخصم من عدد آيات القرآن الكريم حتى نذكر في الرقم هذا حتى تخصم من عدد آيات القرآن الكريم 6236 جمال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لعند كلمة الميزان اللي هي 456 لما تخصمه بطلع هذا الرقم لحنا سبق أشارنا له في محاضرة تانية لكن هو جاء هذا الرقم الآن في موضوع تاني نعم الآن هذا ترتيب 1460 1461 فقط أخذنا هذا الترتيب يا عماد لاحظ هذا كنا ماخدين اتنين الآن أخذنا هذا الترتيب اللي هو 1460 و 1461 زائد إيش وعد الآخرة نعم وعد الآخرة شو كان 3839 هون ممكن يقولوا طيب شو علاقة فتح صلاح الدين بوعد الآخرة لا ما هو احنا سبق في محاضرات كثيرة بينا في علاقات قوية بين هذه الفتوحات الثلاث فتح عمر بخطاب فتح صلاح الدين 2022 طيب الآن فتح الأرض المباركة فلسطين 12 لأنه فتح صلاح الدين 12 1887 اللي هي كانت ميلادي هجري كام 583 يساوي تمام طيب الآن هاي رديت كررت هون مشان ما أرديش أرجع وعد الآخرة وعد الآخرة ترتيب من الأخير ترتيب من الأخير ترتيب من الأخير ترتيب من الأخير تمام الآن لاحظ يا عماد الآن بدنا نأخذ الترتيب وعد الآخرة من آخر السورة مش هل ترتيبها من آخر السورة 1464 1463 زائد إيش الجملة وعد الآخرة شو أعطاني 3845 شوف الجمال 636 فتح حمر 1187 فتح صلاح الدين 2022 الفتوحات بالميلاد الفتوحات طيب الآن نفس الشي بس الآن شو بننضيف يا عماد بننضيف ترتيب هذول هذول كلهم اللي هو ترتيب من النهاية لأنه هذول الترتيب من البداية هل قلت الترتيب من النهاية إذا بدنا نجمع 1464 1463 97 96 على فكرة ليش بقدم أنا الأكبر لأنه من الأخير أكبر وهذا من الأخير أصغر وهذا من الأخير أصغر وهذا من الأخير أكبر تمام لاحظ الآن شو أضفنا لهن يا عماد قلنا هون هون عرفناها هاي جمال وعد الآخر أضفنا لها هون جمال وعد الآخرة كان لازم اللونه مش قضية تمام وعد الآخرة شو أعطاني فتح الأرض المباركة 27 رجب 583 1187 لاحظ هنا هنا إحنا قدمنا فتح الأرض المباركة فلسطين 12 1187 وأخرنا إيش الهجري هنا بالعكس ما هو في الهجري كانت 27 يعني 27 رجب لاحظ الآن شو أعطى النتيجة لاحظ فتح الأرض المباركة 27 رجب 583 هجري وأخرنا الميلادي 1187 تمام تمام الآن لاحظ الآن شو بدنا نجمع يا عماد 1464 و1463 زائد إيش لاحظ إذن بدنا نجمع هيك لاحظ هذا هذا وهذا يعني 93 و94 و1464 و1463 بدنا نجمع هدول تمام الآن نشوف أيو المجموع كام 314 لاحظ شوه فتح المجد الأقصى فلسطين 1443 هجري 1443 جمال هاي 1443 هجري نعم نفس الشي إذا بتجمع هدول يا عماد ما إشي طبيعي يطلع معاكسات يعني مجموع هدول هو نفسه مجموع هدول لأنه معاكسات تمام لذلك أنا حطيتها كمان ما رأيهم 1460 1461 هايهو ستين وسبعة وتسعين وستة وتسعين نفس نفس مجموع 93 و94 بشيك 1464 1463 هو نفسه بتطلع إذن فتح المجد الأقصى فلسطين 1443 هجري طيب الآن بما أنه وعد الآخرة وردت كم مرة يا عماد وردتين فجمعنا جمل وعد الآخرة وعد الآخرة شو أعطاني 1836 نفحص بالميزان هون زائد إذن 1836 زائد الميزان 456 يساوي 2292 شو هو 2292 فتح المزيد الأقصى 1443 طيب الآن المزيد الأقصى 2292 هل نلاحظ الجمال فتح الأرض المباركة 2022 طيب هو لو أخذنا الفرق على فكرة بين هذا هذا والفرق بين هذول كيف يعني لاحظ هاي الفرق 1460 كلمة وعد ناقص ناقص 93 طيب ليش ناقص 93 نشوف 1460 لأنها هي وعد وهيها وعد فبننشوف العلاقة بين هاي وهاي تمام لاحظ شوية العلاقة لاحظ أول السطر أول السطر أول السطر هنا هيا قدامك لاحظ إيش عماد 1367 67 طيب فطالما أنه الفرق بين وعد وعد 1367 اشتغلنا هذا الشغل هاي كلمة وعد الآخرة وهاي كلمة وعد الآخرة قديش الفرق بينهم 1367 شو كان المجموع 3203 أيوة وهو فتح الأرض المقدسة 1443 تباتل الجمال طيب فتح الأرض المقدسة 1443 اللي هو 3203 بدنا الآن نخصم منها الميزان 456 456 شو أعطانا يا عماد 1199 وهو فتح صلاح الدين 12 10 1187 تمام طيب الآن بدنا نجمع ترتيب الكلمتين الأكبر مش هذا ترتيب وعد الآخرة الأخيرة هاي وهذا ترتيبها من الترتيب الأولى من الأخير يعني جمعت الترتيبين الكبار طيب اللي هنه زي ما قولنا هاي الترتيبين الكبار جمعت هذا وهذا 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 تمام جمعناهن جمعناهن هاي شو أعطانا 5848 5848 وهذا جمع ايش لصغار مش هذا ترتيب وعد والآخرة 93 94 96 97 نعم إذن خلينا نوضح لهم هون نجمع الكبار هدول هدول ومننقص منهم الصغار هدول تمام إذن نشوف إذن نشوف كمان هاي هاي جمعنا جمع الكبير هاي نقصنا منه جمع ايش الصغير الصغير شو عطانا 5468 شو هو 5468 هو فتح الأرض المقدسة فلسطين 1443 1443 1443 هجري جميل طيب لاحظ يا عماد الآن الترتيب الترتيب 93 94 96 97 اللي هما هدول هذا وهذا 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 تمام معنا كنت ميخذ هذا وهذا 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 الآن بدي أخذ هذا وهذا 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 وأجمع الهن إيش وعد الآخرة أجمع الهن وعد الآخرة أولا شو ما جمع لحالي اه اطلع ايوه ايوه هندي آخر صغير هذا ايوه شو طلع يا عماد وعد الآخرة مرتين لأنه لأنه وعد الآخرة مرتين شو طلع 2116 2116 نشوف 2116 شو علاقته بهذا طيب شوه هذا الآن نسينا نشوف لاحظها اللي هو الفرط بين الترتيب الكبير والصغير ايوه الفرق بين الترتيب الكبير والصغير الآن شو أخذنا منه طيب شو علاقته بالصغير مش هذول الصغار هاي زائد ايش هالمرة وعد الآخرة زائد وعد الآخرة مرتين شو العلاقة العلاقة هاي طيب شو هي هاي 2252 فتح بيت المقدس 2022 ميلادي طيب شو علاقته بالميزان هذا المجموع شو علاقته بالميزان علاقته فتح الأرض المقدسة تمام شوف الآن الجمال يا عماد الآن لطيف طيب نشوف العلاقة بينهم هذا الجمال الأكبر في الآية سبعة ناقص الجمال الأصغر في الآية مية واربعة جمال الآية كلها 3702 شو بننضيف له الآن 3702 وعد الآخرة وعد الآخرة لأنه قلنا هذه جمال الآية اللي فيها وعد الآخرة وهذه جمال وعد الآخرة الآية الثانية من ضف الهن وعد الآخرة وعد الآخرة شو أعطانا 5538 شو هو هذا فتح الأرض المقدسة 2022 ميلادي 1443 هي جري انت لاحظ يا عماد كيف أي زاوية من روح منها سبحان الله طيب ويبدو أنه هيو إشي ثاني كمان لأنه هذا المجموع هيو وهيو كمان طيب نشوف شو هو فتح المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 2022 للميلاد 1443 للهجرة انتبهت العجب يعني هون أعطانا 2022 ميلادي و1443 هجري بس إيش فتح الأرض المقدسة لما تحول لفاتح شو صارت المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 2022 جمال يعني 2022 للميلاد 1443 للهجرة تمام طيب شوف الآن أشوف لحالك بتقدر تعرف شو اللي عملته هون يا عماد هذا جمال الآية الأولى وهذا جمال الآية الثانية مع رقم كل واحدة أيوة إذن جمالها مع رقم الآية جمال الثانية مع رقم الآية تمام شو أعطاني 3650 وهو لاحظ فتح الأرض المباركة المسجد الأقصى في فلسطين 1187 رجعنا للعلاقة بفتح ولكن ولكن الجميل إنه لما بتقيم منه 456 برد يعطيك فتح صلاح الدين كمان مرة لاحظ هاي بقيم 456 شو بصير يعطيني فتح الأرض المباركة 1187 للميلاد شو كان ما يعطيني في الأول قبل ما أنقص الميزان فتح الأرض المباركة المسجد الأقصى في فلسطين 1187 قبنا الميزان 456 شو صار فتح الأرض المباركة 1187 للميلاد طيب الآن هذه إضافة الآن جيدة هذه الحقيقة لا أجيب عندي هنا في أحيانا بعض الأشخاص يكون عندهم محاولات وتكون محاولات ناجحة ففي شخص فكر أنه أنا ليش ما أخذ مجموع ترتيب الكلمات من بداية النبوءة وآتينا موسى الكتاب زي ما احنا متعودين نبدأ منها من بداية النبوءة وآتينا موسى الكتاب بيأخذ ترتيب يعني وآتينا مثلا هي الكلمة أظنية 22 لأنه يكون سبق خط الأول 21 لآية الأولى معناته 22 وآتينا موسى 23 الكتاب 24 نجمع 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 حتى نوصل الآخر وعد الآخر كلمة الآخر ما مجموع الترتيب الكلمات من بداية النبوءة لعند قول الله سبحانه وتعالى وعد الآخر لعند كلمة الآخر إذا هم مقصود الآية الثانية في بداية الصورة الصورة أو في بداية الصورة مش قصد وعد الآخر اللي في الأخير لا ما هو لابدك تاخد ترتيب بيطلع بالمئات الألوف كثيرة بس هون لأنها قريبة طيب طلع المجموع كم يا عماد إذا هم مجموع الترتيب الكلمات الكلمات من عند وقتينا موسى الكتاب لعند الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة 4234 من قيم منه 456 شو بعطينا 3778 3000 لاحظ الجمال شو هو هذا 2022 ميلادي 1443 يجري أنت بلاحظ الجمال 2022 ميلادي 1443 يجري لما تعاملنا بإيش بالميزان 456 وخمسين طيب إذن هذا مثال على مسألة ترتيب الكلمات في الكرآن الكريم في داخل الصور والعجيب مسألة يعني حتى يستوعبوا أنه مسألة الترتيب من البداية ثم مسألة الترتيب من النهاية ثم إحنا أخذنا جملتين وعد الآخرة وعد الآخرة يعني شو احتمال الصدف ثم حاولنا نشوف الاحتمالات الاحتمالات في العلاقات وجدنا أنه كله يصب وين في الفتوحات يعني إن شذت عم تعطيك فتح سلاح الدين ما هو في علاقة أصلا بين سلاح الدين حسبك تحدثنا طويلا في علاقة فتح سلاح الدين بـ 2022 يعني على وجه السرعة مثلا لما تقول أنت 27 583 هجري 1187 قطل عـ 2022 طب ما هو فتح يوم جمعة مثلا في 12 لو قلت الجمعة 12 187 ميلادي بطلع 1443 هاي طويلة يعني إحنا سبق عطينا ساعة ونص في موضوع علاقة سلاح الدين بالفتح الأخير فإذن مش غريب أنه نجد مرات في علاقة للفتوحات كلها المهم المهم أنه الكلمة إذن إلها ترتيب الكلمة إلها ترتيب والآية في محاضرات سابقة إلها ترتيب لما يفكر في هذه المسألة هذه المسألة خارقة معناة كل كلمة في القرآن الكريم في مكانها كل آية في مكانها مكانها إيش وفي إثبتات طبعا تفصيلية في موضوع موقع الكلمة تفكير في هذه العظمة الآن الموجودة اللي ممكن كما قلنا إذا الحدث حصل اللي هو موضوع 2022 1443 هذا ممكن يكون هو حاسم في التاريخ ومفرق إذا ما حصل هو عجيب هو ما بلغيش على فكرة النظم يعني فيه نظم بغض النظر التبطت بزوال إسرائيل أو لم ترتبط فيه نظم وعم بظهر بظهر أمور فيه نظام بجزء إحنا مش قادرين نفسره نحن لحد الآن فسرنا على ضوء يعني أدلة كثيرة إنه زوال إسرائيل لأنه مرتبط إذا بتلاحظ بالفتوحات السابقة فيه كثير مرتبط 636 و1187 ب2022 و15 هجري اللي هي 630 مرتبطة ب583 هجري و1443 في ارتباط قوي بينهن مثلا أعطيك مثال إحنا سبق قلنا مثلا 636 اللي هو فتح عمر زائد 1187 فتح صلاح الدين زائد 2022 الفتح طب هذا بالميلادي طب لو نقصنا منه الهجري اللي هو 15 580 1443 بيكون النتيجة 1804 طب 1804 هو المسجد الأقصى 1443 المسجد الأقصى 1443 طب المسجد الأقصى 1443 لو أضفنا له كلمة هجري لأنها 1443 هجري بيكون المجموعة 2022 انتبهت يعني هي المسألة بالطريقة عجيبة مسألة مواقع الكلمات ومواقع الحروف وانا سبق قلت في بداية الدرس هذا انه مثلا كلمة 361 361 اللي هي المسجد الأقصى جمال المسجد الأقصى في صوت الإسراء بالذات إذا الأقصى إذا أخذت أخذت جمال هذه الكلمة 361 سوف تجد أنه جمالها هو 1302 إيش 1302 الذي باركنا حوله فلسطين طب ليش الذي باركنا حوله فلسطين لأنه ترتيب المسجد الأقصى فبصير العبارة كاملة المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين طب لو أخذنا الكلمة الثانية الذي باركنا حوله 1063 في الصورة سوف نجد أنه جملها الجمل مع الترتيب يساوي 1443 هجري مع ترتيبه وجملها لحاله هو فتح 15583 15583 طب ليش مش 1443 لأنه جاي لما نضمهم مع بعض يعني الجمل هو 15583 فتح عمر وفتح صلاح الدين بالهجري فإذا ضمينا الترتيب مع الجمل بصير 1443 هجري هاي الفتحات الثلاثة بس هذا لا لأنه نحن نأخذ الآن ترتيب كلمة المسجد الأقصى من نهاية الصورة نأخذ الذي باركنا حوله من نهاية الصورة ثم نشوف العلاقة وعلاقات طويلة يعني سبق أنه هذا اليوم إذن نطلش إن شاء الله في الدرس القادم بيكون في مفاجآت أخرى إن شاء الله ويتم تنزيل الدرس كما قلنا إن شاء الله بيكون يوم كل يوم اثنين في رمضان وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر